أسألك في السؤال الأعمال أسأله النهاردة في الإنترو هو في أسرة التحكيم في مصر ولا إيه أهبارها معنا؟ كمتابع بقى وكمعايش كمان اليوم أكيد المفترض يعني أنا شايف أن الجدل بدأ بدري بدري أوي ولسه الدور ما بسم الله الرحمن الرحيم المفترض أن أسرة التحكيم أسرة يعني شاملة كاملة متلمية على قلب رجل واحد أنا يمكن سمعت الحوار بتاع كابتن إبراهيم وكابتن جهاد مش المفترض أن بي فيه خلاف وبي ورضو مش من المفترض أن أنا ما سمعش وجهات النظر أيوة لابد أن أنا أكون فير ولما يكون عندي وجهة نظر من أحد الحكام لابد أن أنا أخدها بعين الاهتمام وأنا سمعت كابتن إبراهيم بيقول أن أحنا بنحاول بقدر الإمكان أن أحنا نصلح من الأخطاء أنا نفسي أشوف لجنة حكام مصرية يعني 100% مقنعة لكل عناصر اللعب الأندية اللاعبين الإعلاميين وترجع بهبة وجمهور طبعا وترجع بهبة التحكيم المصري من جديد وده مش هيجي إلا الكل يمكن على قلب رجل واحد والكل يكون هدف هو تطوير التحكيم المصري أنت شايف الأسبوع الأولاني ساخن من بدايته وبدأ بجدل كبير جدا جدا على التحكيم صحيح ودائما سهام النقد الأولى الحكم بيكون هو المتصدر المشهد صحيح والنهاردة في اختلاف نادي الأهل يطالب خبير تحكيمي أجنبي طيب رأي حضرتك ما فيش مشكلة إنه يجي خبير تحكيمي أنا كمحا يعني كلجنة تحكيم هستفد منه طالما هيكون مؤثر بالإجاب في لجنة التحكيم وأنا اللجنة هتستفد منه بشكل خبراتي بشكل كويس جدا وحيضيف للجنة بشكل كبير جدا وهيبقى محايد في التعينات وفي ولامن بكل قواعد التحكيم المنصوص عليها من التحاد الدولي وهيقدر يأثر بالإجاب في محاضرات في محاضرات تسقفية في تطوير من أداء التحكيم المصري أهلا وسهلا بي رأي كنت مدير فني في الدولي المصري وقت بريرة وقت كلاتنبرج هل شفت إنهم أضافوا للتحكيم هل شفت التطور للتحكيم يعني إيه لحد ما إيه لحد ما إيه لحد ما إيه لحد ما وعلى الأقل مقنع للشرح المصري